بسم الله الرحمن الرحيم زيكم يا تكاترة يا رب تكونوا كلكم بخير هنبدأ النهاردة ان شاء الله اول حصة في موديولس جي اي ال في مادة الفيسيولوجي مبدأة كده عايزين ناخد بس همط بسيط عن دراسة الفيسيولوجي في موديولس جي اي ال احنا هنتكلم من بداية الموديول لغاية نهايته عند نوقات معينة لازم تكون حضرتك تكتسبتها في نهاية الموديول بالنسبة للفيسيولوجي باتكلم عن الفيسيولوجي فقط دلوقتي طيب احنا هنبدأ من اول ما الاكل المفروض ده GIT اول مفروض GIT دي GIT يعني Gastero Intestinal Tract يعني القناة الهضمية بس الاصل في الموضوع ان السيستم ما اسموش GIT هو اسمه Digestive System Digestive System يعني الجهاز الهضمي لان الجهاز الهضمي ده جواه حاجة اسمها GIT احنا هنتكلم عن كل الجهاز الهضمي كل Digestive System طب هو ايه Digestive System عبارة عن التركت GIT دي التركت دي هي من اول بقك من اول ما بتحط الاكل في بقك لغاية ما بيخرج خالص في الحمام يعني هنبدأ من اول البق وهننزل على المريق البلعوم الاول وبعدين المريق وبعدين المعدة وبعدين الامعاء الدقيقة وبعدين الامعاء الغليزة كل الحاجات دي كده بيمشي فيها الاكل لازم تاخد كل حتة من الحتة دي الاكل بيمشي ازاي وبيحصل له ايه وبيتزق يروح فين منين لفين طيب ده كله ما خلصناش الجهاز الهضمي على فكرة فيه بقى شوية غدد ملحقة بالجهاز الهضمي غدد برا اصلا القناة يعني هو الجهاز الهضمي ده عبارة عن القناة وغدد تانية كتير القناة دي اللي هي بتحط الاكل في بقك وبعدين ماوس فارنيكس اسوفيجس استومت small intestine large intestine وبعدين يخرج في الشارع طبعا يخرج اللي هي النفايات تخرج في الشارع لكن الباقي في السكة كده بيحصل له امتصاص وبيروح للدم اللي هي المغزيات اللي حضرتك هتغزى منها طبعا علشان بقى نهضم الاكل ونعمل انتصاص للاكل ونكسر الاكل وندغضغ الاكل كل حاجات دي محتاجين انزيمز كتيرة جدا 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 تفرز على الاكل ده فمحتاجين غدد عشان تفرز الغدد اللي بتفرز عندك غدد في بقك اللي هي الساليبري جلانس اللي هي الغدد اللعابية وبتساعد في حاجات كتير جدا هناخدها كل حاجة ناخدها بالتفصيل عندك الكبد وبيعتبر غدد على فكرة هو أورجان كيبيه بس هو بيعتبر غدد برضو الأكشن بتاعه طيب فيه ايه تاني فيه البنكرياس البنكرياس مش ظاهر تسطورة دي بس فيه البنكرياس اللي هو يعتبر غدد اندوكرين وايجزوكرين يعني بتفرز حاجات في الدم وبتفرز حاجات في قنوات اللي هي القناة الهضمية دي كل حاجة هناخدها بالتفصيل بس ناخد فكرة هنشرح ايه في الموديول عندك حاجة كمان المرارة المرارة دي بتنزل تتخزن في المرارة وينزل منها كل شوية شوية بشوية على الأكل ونبدأ نعمل هضم وانتصاص عن طريق العصارة المرارية ايه هي العصارة المرارية هناخدها بالتفصيل الكبد بيفرز ايه هناخده بالتفصيل البنكرياس بيفرز ايه هناخده بالتفصيل الساليفري جلانز عبارة عن ايه هناخدها بالتفصيل الأكل هيمشي حتة حتة في القناة الهضمية لغاية ما يوصل للقناة الكنال الانتروتكشن بتقولك إيه The elementary tract provides the body with water electrolytes neutrons يعني إيه elementary tract الأول يعني القناة الهضمية هي هي بالضبط G-I-T Gastro-Institinal tract أو elementary tract ده تركت بس من غير الغدد الملحقة بيه ماله ربنا حطه في جسمك ليه أصلا علشان يمد جسمك بالمية وبالالكتروليتس اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم والآيونات كلها والنيوترانس اللي هي المغزيات اللي هي أنت عايز تتمد جسمك بالأحماض الأمينية وبالأحماض الدهنية وبالجلوكوز كل الحاجات دي بتيجي من الأكل طيب ما هو الأكل ده لازم يدخل الدم متفارتك مية حتة بنعمل امتصاص لأبسط شيء مثلا في الدهون اللي هو الفاتي أسد أبسط شيء في البروتين اللي هو الأمينو أسد أبسط شيء في الكاربوهايدريتس اللي هو الجلوكوز الأكل عشان يتفارتك ويوصل للحاجات البسيطة جدا دي محتاج حاجات تعجينه في بعضها وعصرات تتعصر عليه لشان تعطي داو فيه داو فيه داو فيه لغاية ما توديل أصغر حاجة فهنبدأ نعمل لها امتصاص من الخلايا بتاعة الأمعاء وندخلها الدم جميل بيقولك this is achieved the boy المواد ده بيحصل إزاي إن احنا نمد جسمك بالمواد دي كلها عن طريق حركة الأكل في الجي اي تي في الجستر الانتساني للتراكت نقعد نحرك ومهولا مش معقولة هتحط الأكل في بوقك هيروح الدم ده بيروح الدم وهو في الأمعاء تحت خالص مش فوق خالص يعني فوق انت بتاكل الأكل تقعد تمضغ وتكسر وتحرك يبقى أول حاجة هنحرك الأكل طب وبعدين هنقعد نفرز عليه digestive enzymes هنتفرز منين اللي هي العصارات الهاضمة دي من الغداد اللي قلتلك عليه البنكرياس هيساهم والليفر هيساهم والأمعاء هتساهم كله هيساهم طيب بعد كده هنعمل absorption of digestive products بعد ما فرتكنا الأكل ميت حتة نعمل له امتصاص عن طريق الخلايا بتاعة الأمعاء الدقيقة طبعا طيب بعد كده هيتبقى نفايات أي حاجة في الدنيا بتتكسر بتطلع الزبالة في الآخر الزبالة دي لازم ترمي في الزبالة بترمي في الزبالة طبعا أول يعني مكان بيترمي في الزبالة في جسمك هو القولون اللي هو الأمعاء الغليظة اللي هي دي الأمعاء الغليظة دي كده بيروح لها الزبالة وتتقعد تمشي تمشي فيها الزبالة دي كده لغاية ما تخرج في الشارع في صورة الستول أو البروز جميل بعد كده بيقولك الوظائف بتاعة الجهاز الهضمي بيتم التحكم فيها حاجتين يعصاب يعني كهرباء يا إما هرمونات الأعصاب دي فيه عاجة اسمها أو Autonomic Nervous System اللي هو الجهاز السنبساوي والبارا سنبساوي وعلى فكرة بيتم التحكم فيها عن طريق حاجة كمان هناخدهم دلوقتي ويه الحاجة التانية لهرمونات هرمونات بتفرز من أماكن كتيرة في الجسم هرموني يعني مادة كيميائية بتفرز من غضة صمة تروح الدم تروح بقيتشتغل على أي حاجة في الجسم من ضمن الحاجات دي الGIT يبقى الGIT بيتم شغله أو عمله تحت التأثير إيه كهرباء وهرمونات طيب الكهرباء دي عاملة إزاي تعالي ناخد الكهرباء الأول الأعصاب بالنسبة للGIT ركز بقى معاي عشان الموضوعنا مهم في حاجة اسمها Intric Nervous System وحاجة اسمها Extrinsic Intervation Intric يعني داخلي Intric Nervous System عبارة عن Nerv Blexus يعني ضفيرة عصبية كتلة من الأعصاب موجودة فين أنا بقول Intric يعني داخلية وبتكلم عن موديول الGIT يبقى هي داخل الGIT هي فعلا جهاز عصبي خاص بالGIT جواه يعني ما لنش حلقة بالجهاز العصبي اللي برا؟ لا طب هو إيه الجهاز العصبي اللي برا ده؟ بص يا سيدي انت في جسمك في المخ وجزء المخ والحبل الشوكي ده كده اسمه Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي المتمركز في سنتر بتاع الجسم وبيطلع منه أعصاب كتيرة جدا 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 تكهرب كل الجسم طب الأعصاب اللي بتطلع دي يابتكون عبارة عن Preferal Nervous System اللي هي أعصاب طلعة ولكن اسمها Somatic Nervous وفيه أعصاب تانية اسمها Autonomic Nervous System Autonomic Nervous System يعوار عن الجهاز السنبساوي والبارا سنبساوي هو ربنا عامل لك جهازين كده طلعين من السيق نيس أعصاب عادية اللي هي البيئ نيس اللي هي بتكهرب عضلاتك الطبيعية اللي هي Volantry بقرطة انت عايز تعمل انقباط في عضلة البيض الوقت هتعمل انقباط في عضلة البيض الوقت عشان كده انت تبقى متأكد ان العصب اللي رايح لعضلة البيض ده Somatic Nervous عن طريق Preferal Nervous System المال الأوتونوميك ما بتقدرش تحكم فيه هو اللي بيتحكم في الجسم على عصب انت في ايه؟ يعني مثلا لو انت في اخناقة وفي عصبية وفي استرس وحاجات كتيرة كده محتاجة مجهود بنشغل جهاز السنبساوي بنشغل البنزين والبنزين ده بيعمل حاجات كتير جدا لو انت في نوم وانتخة ومرتاح وكده بنشغل البراسنبساوي اللي هو جهاز الانتخة طب نتخيل ايه حب نتكلم من الموديول ده في موديول الGIT في الDigestive System الDigestive System يعني بنهضم أكل يعني قاعدين ما انتخين يعني براحتنا يعني كده فطبيعي الحاجة اللي هتتحكم في الجهاز الهضمي وتبقى يعني أكتر حاجة مسيطرة هي البراسنبساوي على فكرة السنبساتك بيتحكم برضو بس هيتحكم بالإنهيباشن بمنع الGIT لأن انت وانت في الخناءة وفي كلب بيجري وراك والحاجات دي كلها الجهاز السنبساوي بيشتغل وانت في الخناءة برضو وكلب بيجري وراك وده كله مش محتاج دلوقتي يعني انت في غنى عن هضم وانتصاص والحاجات دي كلها الحاجات دي تعملها لما تراح بيتك إن شاء الله تروح بقى الحمام وتأكل وتشرب وتخدم الحاجات دي لكن كل حاجات دي تبقى ما منوعة بالجهاز السنبساوي وانت في خناءة طيب معنى كده إن الجهاز الهضمي بيتحكم فيه حاجتين جهاز عصري داخلي جواه ضفيرة من الأعصاء فعلا هي عبارة عن شبكتين كبار كده جوه محشيين من الدكيكين كده جوه الجدار بتاع الجهاز الهضمي عبارة عن مينتريك بليكسس ضفيرة اسمها مينتريك وضفيرة تانية اسمها صب ميكوزل طبعا مايو يعني عضلي عشان كده اسمها مينتريك بليكسس والاسم التاني اوير بخس بليكسس أيها برضو اسمها مينتريك ليه انتريك عشان هي في الأمعان أو في الجهاز الهضمي طيب عشان مايو يعني عضلة الحركة الدودية للأمعان في حركة هناخدها على مدار الموديول هي اللي بتزوء الأكل عبارة عن اسمها الحركة الدودية للأمعاء الحركة الدودية دي تأكد انها بتحصل عن طريق عضلات اي حركة في الدنيا في جسمك بتبقى عضلات بتنقبط على عضلات الملساق الصغيرة اللي في جدار الجهاز الهضمي بتنقبط وتزوق الاكل تزوق الاكل لغاية منصرها الاخر المسار بتاعه بيتم التحكم في العضلات دي اكيد بقى عصاب اي عضلات في الدنيا بيتحكم فيها اعصاب طيب ايه يا الاعصاب دي؟ المينتريك بليكسس الضفيرة العصابية الداخلية اللي جوا الجهاز الهضمي اللي بتتحكم في العضلات اللي بتعمل بريستالتك اكتيفتي دي المعلومة اللي عليك في الانترودكشن طيب صاد ميكوزة البليكسس دي فيرة عصبية تحت الميكوزة والميكوزة دي اساساً مسؤولة عن السيكريشن بتفرز حاجات فربنا عامل الميزنر بليكسس الاسم التاني مهم اللي هو تحت الميكوزة ده بيتحكم فيه السيكريشن بتاع الجهاز الهضمي الاندوكرين والإكزوكرين هو الجهاز الهضمي بيفرز الحاجتين أيوة فيه خلايا جوه الجهاز الهضمي بتفرز مواد في الدم مباشرة يعني مثلا المعدة بتفرز خليتها لو أفرزت حاجات في الدم مباشرة بيقسموا هرمون ما هو تعريف الهرمون أي مادة يتم أفرزها مباشرة في الدم من أي خلايا في الجسم لو أفرزت بقى جوه زي مثلا الحمض الهيدروكوليك أسد الحمض بتاع المعدة فرازيتو جوه اليومن جوه بنسميها إجزوكراين يبقى فيه خلاية بتشتغل كإجزوكراين جلان وفيه خلاية تشتغل كإندوكراين جلان يعني الخلاصة الجي اي تي لإندوكراين وإجزوكراين ده اللي أنا عايز أعرفه دلوقتي بيتم التحكم فيه عن طريق السب ميكوزر بليكسس أو الميزينر بليكسس بس المعلومة التانية إن الديفرطين دول متصلين مع بعض وبيحتووا على أعصاب موتور بتدي إشارات وسنسور يعني بتحس بإحساس موجود في الجي اي تي وسكريتوري يعني بتفرز مواد طب إيه المواد اللي ممكن تفرزها النيرون زي دي المواد دي ممكن تكون نايتريك اوكسايد مش عليك أي كل مادة بتعمل إيه الكلام ده هناخده في كل مرة يعني كل مرة هتاخد مادة معينة بتعمل الحاجة المعينة بس المرة دي هناخد فكرة يعني بسيطة النايتريك اوكسايد ده بيعمل فاصو ديالاتيشن غالبا الأستايا الكلين ده غالبا بيوصل كهربا من مكان لمكان استريتوني غالبا بيعمل فاصو كونستريكشن الجابة دي اللي هي الجاما أمينو بيتريك أسد وده انهيبيتوري نيورو ترانسميتر بيمنع الأكشن بتاع حاجة او توصيل كهربا معينة وكمان الخالية دي بتفرز يعني كتل بروتينية لها أكشنز معين جميل دي التخزية العصابية بتاعة الجي اي تي الداخلية الانتريك طب الاكسترنسك طالما جاي من برة وعمرها ماتين من اي مكان غير من الجهاز العصاب المركزي تأكد ما هو عتيجي منين تعالنا نشوف الجهاز العصاب المركزي كان عبارة عن CNS اهو طالع منه BNS وINS الINS ده عبارة عن أعصاب سيمباساوية سيمباساتيك بتاعة الخنائات وبارا سيمباساتيك بتاعة النمو الأنتخ هو بيروح له بارا سيمباساتيك وسيمباساتيك بيروح له الاتنين جميل طيب المعلومة التانية البارا سيمباساتيك اللي رايح للGIT جاي منين اكيد جاي من أعصاب طالع من هنا من هنا كده طالع فيه أعصاب يا إما من المخ يا إما من جزء المخ يا إما من النخاع الشوكي اللي هو إيه النخاع الشوكي اللي هو الـ spinal cord الحبل الشوكي يعني جميل طيب بعد كده طالعين بقى منين عندك cranium nerve يعني عصب طالع من الكرanium يعني طالع من المخ اللي هو العصب العاشر انت المفروض ان انت عندك 12 قبل ما ناخد برضو فيه 12 cranium nerve 12 عصب طالع من الكرanium من المخ بجزء المخ ده العصب الأول والتاني والتاسع والعاشر والتناشر وكله العصب رقم عشرة اسمه العصب الفيجاس أو الحائر أو العاشر كل عصب ليه رقم على فكرة طيب الفيجاس ده طالع من الكرanium كده ورايع يغزي الـ GIT طيب يغزيك تغزية إيه بارا سيمباساتيك هتعرف بارا سيمباساتيك بتعمل دلوقتي وعندك البلوك نيرف البلوك نيرف ده عبارة عن عصب يتكون من 3 origin هتقول لي إيه التلاتة origin دول مش أنا قلت لك إن الاوتونوميك نيرف السيستيم يا إما طالع من المخ يا إما طالع من الحبل الشوكي طب ما أنت عندك عصب طالع من الحبل الشوكي هو الحبل الشوكي ده عبارة عن إيه الحبل الشوكي ده عبارة عن حبل كده موجود في ضهرق بيتقسم إلى سيجمنتس السيجمنتس دول تمانية 12 ما لكش دعوا كلام نكتوف الصور 5 5 1 هو ربنا مقسم لك السيجمنتس دي كده زي الرسمة دي بالزبط قادي المخ بجزع المخ هي الرسمة الحمراء دي تحتها 8 شرايح سيرفايكل ناحية رقبتك كده عنقية بعد كده 12 صورة سيج ناحية تسدرك بس من وراء بعد كده 5 5 1 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 بتشغل الجي اي تي كامل انقباضات تحركات افرازات معجنات امتصاصات هضم كل حاجة خلص نفسك عشان انت قاعد مع انت اخذ الوقتي طيب لو السيمباساتيك بقى انرفيشنز السيمباساتيك انرفيشنز جاية من تي خمسة لقيل اتنين عشان ما تتصغرش من الحروف دي تي خمسة يعني شراسك segment from spinal cord number 5 عندك بقى تي خمسة مش هنقلت لك ان فيه 12 صورتك يبقى تي خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحداشرة واثناشر وكمان الل واحد وقل اتنين يبقى من تي خمسة لقل اتنين معناها كده بيطلع عصاب كتيرة جدا كده هي دي السيمباساتيك انرفيشن بتاع جي اي تي بس السيمباساتيك فيه تركاية البري جانجليونيك فيبر بري جانجليونيك يعني ما قبلك جانجليون هو يعني ايه جانجليون ربنا خليق لك ساعات كده محطات برا الجهاز العصبي المركزي اسمها محطات راحة وتقوية الاعصاب اللي طالعة دي ساعات ربنا بيعمل لها جانجليون محطات تريح فيها وتتفرها اكتر فتديك اعصاب عدد كبير جدا من الاعصاب عندك السيمباساتيك انرفيشن بتاع الجي اي تي بيريح فيه محطتين اسمهم سيليك وميزنتريك جانجليون اهم السيليك والميزنتريك بيريح فيهم كده ويبدأ يضلع فروع اكتر بكتير برضو على فكرة الفروع دي سيمباساتيك رايحة للجي اي تي تبتفتكر السيمباساتيك nervous system اللي انا اقيل لك انه هو بتاع الخناءات يعني بتاع الاسترس بتاع المشاكل انت في خناءة في كلبه بيجي لوراك كل حاجات دي محتاج تشغل جي اي تي وتعمل سيكريشان وتقلق انت محتاج حاجات تانية خالص محتاج بقى تتخنق وتركز في الخناءة بقى عاجات تانية كتير جدا فالجي اي تي مش عايزينه يشتغل دلوقتي ولذلك ربنا عامل لك السيمباساتيك انهيباتوري للجي اي تي يمنع جميع السيكريشان جميع الهضم جميع الامتصاص حتى لو فيه اكل سيمو زي ما هو لما نخلص خنائتنا ونخلص للسترس بتاعنا ونبقى نهضم ونبقى نبص بعضين جميل بعد كده عندنا حاجة اسمها mouse and esophagus البقء و المريء بيقولك ايه بقى في البراجراف ده بيقولك المستيكيشن او اللي هو المضغ ببقك ايه عبارة عن ايه rhythmic opening and closure of mouse عبارة عن انت لو فيه اكل في بقك بتاعه تفتح وتقفل تفتح وتقفل فتحات وقفلات rhythmic منتظمة بعيس ان ان انت تمضغ الاكل ده طيب مصر الزقف الشيوينج العضلات اللي انت اللي موجودة في بقك متدكيك جوا بقك كله كده وبتساعدك في المضغ دي متغزية بأعصاب مينين innervated mينين من الفيف سكرينيا النيرف العصب الخامس اللي طالع من المخ بجزع المخ اسمه 3G من النيرف خلي بالك هو اسمه 3 عشان هو طالع ليه 3 فروع وملاكش داعب 3 فروع اسمهم ايه لكن هو اسمه العصب الخامس هو رقم 5 اسمه 3G من النيرف عشان طالع منه 3 فروع ثانية ملاكش داعبية طيب ZR controlled بيتم التحكم في العصب اللي هو الخامس ده ازاي عن طريق نيوكليويف البرينستيم قادي المخ بجزع المخ موجود فيه نواة جوا كده طالع منها 3G من النيرف هو ده النواة تتحكم في 3G من النيرف و 3G من النيرف اللي بيتحكم فيه عضلات المض طيب لذلك فيه عندنا حاجة اسمها chewing reflex يعني ايه reflex يعني حاجة ليس لك يد فيها يا دكتوره وانا بمضو وانا مش واخد بالي اه ركز كده وانت بتتكلم مع حد او اي حد او اي حد في الحياة وانت بتأكل هتلاقي نفسك عمال تمضو تمضو خلصت مات وهو بيتكلم معك مش مركز ان انت ترفع بقك وتقفل بقك معنا كده ان في حاجة ربنا خلقها في جسمك ليس لك يد فيها اه كتب عليها كده حاجة رد فعل انت ما بتبقاش مركز فيه يعني زي ما نجيب شامعة كده وحط لك ايدك عليها انت هتسحب ايدك في اقل من ربع ثانية وانت مش واخد بانك لان ربنا خلق لك reflex اسمه زدرور reflex تسحب ايدك بسرعة لما تتعرض لبين او temperature طيب ايه بقى ال reflex ده ايه الاصل بتاع واي reflex لازم يكون فيه محفز يعني انا مثلا reflex بتاع الشامعة ده المحفز الشامعة او البتجاز مثلا اجيب لك ايدك احطها على نار فحضرتك تسحب ايدك في ثانية يبقى الايه والاستيميولاس الشامعة او النار وبعد كده حطيت ايدك وبعدين اتبعت لجهازك العصب المركزي ده كده فعصب sensory nerve اتبعت بسرعة اقل انا بحس بالعنيف كده فبعت عصب تاني اسمه motor nerve حيروح من كهرب عضلات ايدك ويروح ساحب ايدك بسرعة وهو ده ال response يبقى ايرفليكس ليه اصل لازم ناخد اصلا ايه رفليكس ايه لتشوينج رفليكس ده اول حاجة وجود بولاس افوت في بقك ارميلك كل كاعة اكل كده في بقك او انت تحط الاكل في بقك دي بقيراتك عادي يعني ان انت تمسك المعلقة وتحط الاكل في بقك ده بقيراتك لكن اللي بعد كده هتلاقي انه لا ايراضي ازاي بقى وجود اي كل كاعة اكل في بقك ربنا خلقك كده بيعمل ايه بقى causes reflex inhibition of the muscle automatic بيحصل انهيبشا لعضلات المط هتقول لي يا دكتور ايه الكلام ده ايه الانهيبشا لعضلات مالهم ضغط زي ايه ده بس اصدق بيحصل انهيبشا بتسيب خالص عضلتك بتسيب طب وبعدين dropping of the lower jo الفك اللي هو اللي تحت ده بينزل تحت شوي طب لغاية دلوقتي استفدنا ايه هو ربنا يعني هل الريفليكس ده مفيد لغاية دلوقتي لا مش مفيد بس ركز سقوط اللور جودة سنة بيؤدي الى بدء ريفليكسي تاني خلص اسمه stretch reflex ربنا اصلا خالق عضلاتك لما تعمل لها stretch تعمل لها تمطها كده زي القستك ترد عليك بcontraction يعني نزول الاكل كده بينزل بيحصل بيحصل على الفك اللي تحت اللي سيب ده هيعمل stretching في العضلات فتنقبض let's do contraction this is repeated rhythmically لما تنقبض تروح مسكى الاكل دف ساف بعضه طب وبعدين يحصل انهيبشن تاني للمسل زي اوف مستيكيشن فينزل lower juice هنا بعد كده يحصل stretching للعضلات بتاعت المط عن طريق البولس اللي وقعت تحت شوية بعد كده نرد عليها بcontraction يبقى كل الفكرة اللي هابين ندعم contraction relaxation contraction relaxation بس ربنا خليه لك يحصل بريفليكسين متتليين انت مالكش هد فيه عشان يسهل عليك الموضوع مش تروح تتفكر بقى ده انا كده عملت انقباضة يلا اعمل انبساطة ده انا كده عملت انقباضة يلا اعمل انبساطة علشان خاطر اقلب الاكل طيب ايه بقى اهمية الريفليكس ده اول حاجة بيكسر large food particles the smaller ones ده طبعا الحاجة اللي ظهرة قدامك سوى ليه فواية تانية ان هو بيستمرو التست بطز اللي موجودة في لسانك التست بطز دي اللي بتحس بالتست اللي بتخليك تتزوق الاكل ونبعث للمركز التزوق في المخ ان حضرتك بتتزوق اكل اسمعها كذا مثلا والسمن ريسيبتور علشان حضرتك تحس بالشبع لازم تتزوق الاكل عن طريق حاجتين اكتب بعد اذنك المعلومات دي هتاخدوها بقى دي كده ان شاء الله في الانتين ان تزوق الاكل والله العظيمة بيحصلش بشي عن طريق التست بطز بس لازم تشم الاكل يقصل تشم وده هزوقه بتست بطز مع بعض علشان خاطر تستطعم الاكل يعني تزوق الاستطعم ده داخل فيه الاثنين مع بعض عشان كل الناس هتستغرب تقولي ازاي هشم الاكل استطعم لو عايش تتأكد من دي روح دور كده على حرية فرغالي هتلاقي ان مناخرها لما بوزت والدغدغت وما بقيتش بتشم اي حاجة هتلاقيها تلعب تقولك انا ما كنتش بصصهم الاكل خالص ليه ما بتستطعمش الاكل مع ان بقها مزبوط ولسانها مزبوط كده لان استطعم الاكل وتزوقه الشم راشئ فيه انك تشم الاكل لازم تكون بتشم طيب بيساعد المضغ انك تعد تندغ بتعمل اللي هي الغدد اللي بتفرز اللعاب لاناخدها كمان شوية تطلع لعاب كتير لما تطلع مية على الاكل مية ومخاط طبعا هناخدهم دلوقتي يساعد في من الاكل ده كده بدل ما هو اكل جاف يبقى كأنك عملته تصير في بقها فلما تيجي تبلع تبلع بالسهولة بدل ما تبلع كل كاعة صلبة تبلع كل كاعة اقل صلابة طيب نخش بقى عن salivary glands and saliva اللي هي الغدد اللعابية اللي بتفرز اللعاب اللعاب اللي هو salivary glands اللي هي الغدد اللعابية الغدد اللعبية دي موجودة كلها في بقك طبعا طيب إيه بقى نوعها؟ طيب ذو قف salivary secretory cells طبعا المفروض أن الجلاند اللي هي salivary gland دي بتبقى عبارة عن حتة بتفرز اللي هي الأسيني وفيه دقت الأسيني دي فيها خلايا كده الخلايا اللي بتفرز دي اسمها الأسيني هنا برضو فيه خلايا بس اسمها دقت cells الإفراز بيفرز هنا في الحتة دي كده في الحتة دي ويمشي في الدقت ويتفرز ويطلع في بقك طيب هو بيقولك بقى عندنا أنواع من الخلايا اللي بتفرز يا إما خلايا بتفرز مية سائل مائي يا إما خلايا بتفرز مخاط ميوكس طبعا كمية المية اللي بتفرز أكتر وده لو بصيت في بقى كده هتلاقي اللي عد عبارة إنت أصلا ما كنتش تعرف إنه في مخاط غير النهاردة لإنه هو نسبة المية فيه أكتر فعلي طيب الخلايا اللي بتفرز سيروس دي بتفرز سيروس أو وتري سيكريشن بيحتوي على مده اسمها طايلين والطايلين ده عبارة عن الألفا أميلز إنزيم ما هو الألفا أميلز إنزيم أميل أميل يعني نيشة النشويات يعني اللي حضرت بتأكلها بتتكسر عن طريق الأميلز إيز يعني إنزيم بيكسر غالبا الحاجة اللي قبله لهي الأميل يبقى الأميلز هو اللي بيكسر النيشة إيه بقى الألفا دي لإن جسمك ما بيحتويش على بيتا أميلز إنزيم عشان كده الروابط بيتا لو كانت أدي كاربوهايدريت زي مثلا الخضروات عشى الحاجة الخضروات الرابطة اللي بتبقى رابطة الحاجات الخضرة دي بتكون رابطة بيتا عشان تتكسر بتبقى محتاجة بيتا أميلز إنزيم عشان كده معظم الحاجات الخضرة اللي انت بتاكلها في الأكل الفايبرز الكتيرة اللي هي الألياف دي ما بتتخدمش أصلا لأن خضرتك ما عندكش الإنزيم اللي بيكسر الرابطة بيتا اللي هو البيتا أميلز عندك ألفة بس هتقول لي ما الفايدتها إيه؟ بتفضل موجودة في الجي اي تي طبعا خدتوا فايدها زمان كتير إن الفايبرز دي بتساعد على هضم الطعام الباقي لكن هي بتعمل كل كيعة كده في الأمعاء وتخرج وبتفيدك بقى إنها يتمنع الإمساك وحاجات كتيرة كده لكن ما بتتكسرش إن جسمك لا يحتوي إلا على ألفا أميلز الإنزيم اللي بتكسر رابطة بيتا مش في جسمك طيب بالنسبة للميوكس سيلز بتفرز ميوكس أو فيسكس يعني بيلزق ميلزق كده سيكريشا كنتينج ميوسيد بروتين الميوسين ده هو ده اللي بيخرج من مناخيرك بالزبط مخاط كده بس طبعا هو نسبته الأقل وحسبتلك دلوقتي من الأرقام عندك أربع غدد سريفالي جلينز بروتد سابلينجول سابمانديبلر باقل فيه غدد بتفرز سيرز مع ميوكس وفيه غدد بتفرز سيرز بس وفيه غدد بتفرز ميوكس بس البروتد دي بتفرز بتفرز ميا بس السابلينجول تفرز مخاط بس سابمانديبلر بتفرز لاتنين الباقل بتفرز ميوكس بس ركز بقا معي بص على النسب أنت هتعرف أن المياه أكتر بكتير 25% من المخاط مياه لسه 3 تربع كده 25 على مياه يعني ربع لسه 3 تربع عندك 5% مخاط ماشي وعندك 70% ميكس يعني لو قلنا نصهم ونصهم يعني حوالي 35% كمان مياه يبقى 35% و25 يعني 60 حوالي 60% مياه ونقول لـ 40 الباقين مخاط لهم الـ 5% و35 من هنا ودي بتفرز ميوكس حتى مش مديها نسبة لإنها بتفرز نسبة بسيطة جدا من الميوكس سيكريشا يعني حوالي 60% من اللعاب مياه عشان كده شكل اللعاب قدام حضرتك بيبقى مائي وما حدش يعرف أنه فيه ويسنخ من النهار ده أصلا جميل إيه بقى تركيب السلايفة طبعا أولا حضرتك بتفرز حوالي لتر لتر ونص في اليوم 7-neutral يعني متعادلة طبعا إنتوا عارفين أنه بي إتش 7 دي يعني حاجة neutral لو البي إتش أقل من 7 بتبقى أسدك أكتر من 7 بتبقى بتبقى ألكلاين بي إتش أقل من 7 بي إتش أكتر من 7 البي إتش أكتر من 7 يعني الإتش أقلت يعني ألكلاين ودي أسدك جميل عندك بقى الكونتنت إيه هو المحتويات بتاعت السلايفة أولا ده جيسف إنزيمز إنزيمز بتساعد على الهضم الطايلين اللي هو الألفا أميليز ده بيكسر النشويات طب لينجوال لايبيز خلي بالك لينجوال يعني طبعا العلاقة باللسان لأن فيه جاستريك لايبيز وفيه بنكرياتيك لايبيز وطبعا ده أضعف واحد فيهم اللي بيكسر الضهون طبعا ميكسر الليبيز وعندك شوية مايوسين بالنسبة للالترولايتس فيه أربعة لازم تكون عارفهم سوديوم وكلورايد إن إي سي إل وبوتاسيوم وبايكارب أحفظهم كده كل اتنين مع بعض هما مهمين يتحفظوا كل اتنين مع بعض بس خلي بالك بقى السلايفة بتكون هاي بوتونك بالنسبة للبلازمة يعني لو قارنت الحاجات دي بالنسبة للبلازمة هتلاقي الإن إي سي إل ده الملح يعني أقل من البلازمة أو لس سوديوم لس بوتاسيوم وأكتر لس سوديوم لس كورورايد أكتر في البوتاسيوم أكتر في الـ وحعرفك الموضوع ده بيحصل إزاي مع إن السيكريشن ده جاي من البلازمة بس بيحصل موديفيكيشن من الدكتس بتاعة السليبري جلانز وطبعا فيه اميونو جلوبيلينز أكسام مضادة من النوع IGA IGA ده ده الراعي الرسمي للجهاز الهضمي بيبقى موجود في أي حتة فيها سيكريشن هو الإي جي إي ده علشان يحميك من البكتيريا والفيروس والزبالة اللي بتدخل من الشارع ليزوزايم ده عبارة اكتب لي جنبها كده عبارة عن إفراز أو سيكريشن ليه أنتري ميكروبيا يعني بماوة البكتيريا أتاك البكتيريا يعني ده كده سيكريشن ليزوزايم ليزو زايم غير ليزوزوم وغير رايبوزوم اللي هي الأورجانالز بتاعة الخلية طيب إيه وظيفة بقى اللعاب أولا بيحميلك الأورال ميكوزا بيحميلك الميكوزا من إيه لو أنت كلت أكل سخني جدا هو عبارة عن مية هيتحط على الأكل ده هيبردها هيزبط الحرارة بتاعتها بينظف لك وقت بينظفوا لك إزاي عن طريق إنه هو بيخسل بيخسل أي بكتيريا عن طريق اللي هي فيه والأجسام المضادة اللي قلنا عليها فوق بيعمل أسد نيتروليزيزيشن إزاي بيحميك من أي هارت بيرن حتنتج لو فيه ريفلاكس لو واحد لو فيه أي جستريك جوز المفروض إن المعدة دي ربنا خلقها بيتفرس فيها ميت نار تقريبا بس هو ربنا حميها لك بأن فيه حاجة تانية بتحمي كده الجدار بتاع خلايا بتتحمل يعني لكن خلايا المريء لأ وكل الخلايا اللي تحت برضو في الأمعاء لأ واللي فوق لأ هي المعدة بس فلو حصل أي ريفلاكس للإيسوفيكس المفروض إن دا بيعمل حاجة اسمه هارت بير حرقان ناحية قلبك كده حرقان على قلب بسبب إن فيه إتشي سي اللي طالع هنا فبيقول لك يعني إن السلايفة دي لما تنزل مع الأكل طالما هي فيها إتشي سي أسري أكتر دا طبعا بيكارب دا بيزيك كتير عن البلازمة فحيحاول يعمل أسد نيترولايزيشن لو في بس طبعا وزن ليمت ما يبقاش حضرتك عندك ارتجاع فرمال ريء رهيب وتقول لأ السلايفة هتحميني دا وزن ليمت بسيط جدا طيب بتستخدم كبافر بتعادل إيه؟ بيقولك إن هي بتحتوي على بايكاربونيت وميوسين لاتنين دول منتين الأورال بي إتش عند سبعة نيوترال يعني طيب إتزيز بي إتش السلايفة استاتيوريت ويس كاليسيوم لما بيبقى البي إتش سبعة بتبقى السلايفة متشبعة بكاليسيوم رهيب هتقول لي واستفدنا إيه من كده لما يبقى أسنانك كده أصلا تكوينها الأساسي كاليسيوم وحطيلك في لوت حواليها لو الكاليسيوم في قليل هينص كاليسيوم من هنا كاليسيوم حيتحرك من الهي كونسنتريشن عشان كده ربنا خلق لك السلايفة في البي إتش ده اللي هو بقى فيه كاليسيوم كتير سيطوريت ويس كاليسيوم فما تشحدش أي كاليسيوم من السنان فتحميك من تسوس الأسنان عشان كده بيقول لك هو أنا إنت أفقد كاليسيوم من هنا لما الكاليسيوم هنا يقل والكاليسيوم هنا يقل لي من إيه إمتى لما يبقى البي إتش هنا أسيديك ويبقى أسيديك إمتى لما حطرتك تنام وانت واكل اي سكريات او اي اكل ومتبقي في سنانك فالبكتيريا تحول السكر ده الى لاكتك اسد فتخلي البي اتش اسدك رهيب جدا فيبقى مش مشبع بالكالسيوم فيبدأ الكالسيوم يفقد من السنان للسلايفا فحضرتك السنانك تساوس ببساطة شديدة جميل وظيفة السلايفا كمان اتضايشان الهضم بتحتوي على الطايلين قلتلك الالفا اميلز انزيم اللي بيكسر الستارش اللي هي النشا او النشويات الى داي سكريات لشكل ابسط يعني اللي هي بولي سكريات الى داي سكريات وده بيحصل له اين اكتيفاشن في الاستومك ليه بقى لانه هو الاساليفا ري اميلز او اللينجول اميلز او الاميلز بتاع البق يعني ما بيشتغلش غير في البي اتش اللي هي 6.9 او 70 لما ينزل على البي اتش الاسدك دي شغله بيبطل ما بيقدرش يشتغل في البي اتش دي بعد كده لما بيخش على الامعاء بي اكتيفاتي التاني لان الامعاء البي اتش بتاعتها قريبة من السبع برد لكن هي البي اتش اسدك بضرجة رهيبة في المعدة جميل طيب دي جلوتيشن يعني حضرتك تبلع البلع السلايفا عن طريق الميوسين الميوسين ده مخاط حاجة بتزفلك الاكل فتساعد في البلع بيساعد في الكلام عارف لما حد يقولك انت نشف تريقي ما حدتش قادرة تكلم لان السلايفا يا حبيبي بتساعد في حركات البق بدرجة رهيبة البق والشفاف واللسان وكل حاجة علشان ما رتبت تانية جوه هنساعد في حركة اللسان بالبق بالشفاف فلما ريقك بينشف بيبقى صعب الكلام طيب يعني بتدوب بتدوب ايه بتكسر الاكلة حيثة صغيرة كده مع المضغ طبعا وبعدين بتدوب الحيثة الصغيرة خالص بحيث انه تبقى مولوكيولز ايه يعني فرفيب تروح تستيميلوت بقى التستبات التستبات ما يحصلهاش بالكلاكيئة اللي بتتحط في البق طيب ازاي بيحصل سيكريشن للسلايفة تأكد ان السلايفة دي جاي من الدم اي سيكريشن هيحصل في جسمك بيجي من الدم يا حضرتك طول النهار دمك ده بنقعد ناخد منه حاجات بنحط فيه حاجات طيب طالما هي من الدم ركز بقى معايا المفهود ان بيبقى بتتكون من اسيناي اللي هي بتفرس دي والضغط الاتنين فيهم خلايا وفي جنبهم اوعية دموية ايه واع دموية هوا زي ما انا شايفه اول ستيج فيه فأفراز السلايفة الاسيناي بتفرز primary secretion which contains tylin او meucine او tylin و meucine مع بعض ما علينا بدي in acceleration which has the same ionic composition of plasma نفس الcomposition بتاع البلازمة يعني نفس تركيز السوديوم ونفس تركيز البوتاسيوم والكولوريب والبيكارب وهو ده primary secretion اللي بيكون izotonic izo يعني سابت وتونك يعني نفس التركيزات بتاع البلازمة بالزق ما انا بقول لك هو نفس الcomposition بتاع البلازمة أمال يا دكتور انت قلتلي فوق ان التركيزات مختلفة قلتلي ان السلايفة بتكون أقل في السوديوم والكلوريد وأكتر في البوتاسيوم والبيكارب إثبتلي بقى الكلام ده ما هو ده الموديفيكيشن بتاع الدكت السيكريشن بيطلع هنا كده ويخش في الدكت خلايا الدكت دي تعمل يبقى ركز معايا زا دكت موديفي زا برايمري بساليفري سيكريشن إزاي سوديوم إز أكتيف لي ري أبزوربت ري أبزوربت يعني هتودي للدم سوديوم طيب وبعضين إن إكستشينج ويز بوتاسيوم هنعمل سيكريشن للبوتاسيوم إيه اللي هيعمل القصتين دول هرمون اسمه الألدستيرو ده بيفرز من الغدى الفوق كلوية أصلا وبعدين بيمشي في الدم ويروح للخلايا بتاعته يشتغل عليها من ضمن الخلايا اللي بيشتغل عليها الألدستيرو الخلايا بتاعت القنوات بتاعت الغدى اللعابية بيروح يخليها تودي سوديوم للدم ويبوتاسيوم للليوم بتاع التجويف بتاع القناة ماشي إيه تاني سوديوم ريئة بزوربشن إعادة انتصاص السوديوم للدم بيبقى أكتر من البوتاسيوم سيكريشن وأي سوديوم إحنا عارفين هو بيسحب وراء كولوريد أي سوديوم بيتحرك بيسحب وراء كولوريد معروفة هيسحب الكولوريد معاه يبقى السوديوم مكلوريد اتسحبه من اللعاب وحطينا بوتاسيوم في اللعاب وإيه تاني كمان البايكربونيت هتيجي كده بامب تانية لوحدها تحت تأثير الطاقة تروح ضغفة وندخ كمان في النهاية إحنا خدنا NACL ودينا الدم وخدنا K وHCO3 ودينا اللعاب تعالوا نشوف كده زنية result under resting condition الNACL قليل في السلايب عشان ودينا الدم والK والHCO3 أكتر في اللعاب علشان خدناها من البلازمة وديناها اللعاب يبقى دول كده هيبقوا قليلين ودول هيبقوا كتار في اللعاب يبقى كده اللعاب هيبقى إيه في النهاية هيبقى هايبوتونيك تركيزه أقل من تركيزه الدم علشان خاطر هو فيه الNACL هو الملح أقل أهو الNACL قليل يبقى كان آيزوتونيك وبقى هايبوتونيك ولازم تاخد بالك من الأكتف والباسيف يعني إيه السوديوم اكتفلي ري أبزوربت رجع بطاقة وراح مكانه البوتاسيوم كسيكريشان تحت تأثير الألدوستيرون طيب وبعدين السوديوم بيشد وراء معروفة كولورايد يبقى كولورايد يتشد باسيفلي وراء السوديوم طيب وبعد كده البيكربونيت حيتم إفرازه تحت تأثير الطاقة اكتفلي عشان حاجات يمسك يوه طيب كنترول أوف سليفري سيكريشان إت إز أندر كنترول نيرفوس كنترول أونلي ولو كتبت نيرفوس وهرمونل بالغلط هتاخد صفر ليه بقى؟ أنا قلت لك إن الجهاز الهضمي ده تحت تأثير عصبي وتأثير هرموني قلت الكلام ده بس فيه حاجات تشزاء أنا القاعدة من ضمنها سليفري سيكريشان حق ناعب إنت دلوقتي بتفريز اللعاب إنت حضرتها إتنا بتحط الأكل في بقى اللعاب بينزل على طول وإحنا عارفين من زمن إن نيرفوس التأثير العصبي ده بيبقى سارئة جدا 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 يعني بالطريقة رهيبة لكن الهرمون البطيء وليشتغل فترة طويلة يبقى ما ينفعش يبني الهرمونات تروح تأثير على الإفراز اللعاب إنت بتحط الأكل في ثانية اللعاب بيطلع يبقى مستحيل يبقى التأثير الهرموني عصبي فقط دي أول معلومة عن طريق الأوتونوميك نيرفوس سيستم اللي هو السيم بسعتك والبراسيم بسعتك اللي إحنا خدناهم فوق جميل طيب بيقف لكن ما عشان في معلومات جديدة سيكريشان أوف سلايفا كان أكير إن رسبونستو كونديشن دريفليكس وأن كونديشن دريفليكس إحنا عارفين إن الريفليكس دي يا دكتور حاجة من ناشية دي فيها حاجة بتحصل لما نحط الأكل في بقين بس في معلومة جديدة جدا ومهمة جدا حاجة اسمها كونديشن دريفليكس اكتب لي جنبها كده مشروطة يعني رفليكسات مشروطة فيه آن كونديشن دريفليكس أهي يعني رفليكسات غير مشروطة واعفاهمك مشروطة يعني حضرتك ما بتتوليتش بي ويشترط إن تكون يعني تكون سليمة مش بايزة ويشترط إن حضرتك تكون متضرب على القصة دي فيه يعني حضرتك لما بتتولد بيبقى عندك الكونديشن دريفليكس دي لأ بتكتسبها مع الوقت هتقول لي بكتسبها إزاي من الخبرة والمهارة والممارسة أيها بتمرس على إيه دكتور عشانا مش فهم حاجة ركز معايا العي الأول ما بيتولد بيبقى عنده الان كونديشن دريفليكس دي اللي هي بتتحكم في إيه في السليفري سكريشن تعالي ناخد الان كونديشن دي الأول الان كونديشن دي قلتلك حضرتك مولود بيها يعني حضرتك ربنا نبرمجك لما تتولد ونحط في بقك أي أكل المستقبلات اللي موجودة في فلسانك لما تيجي تفزوك الأكل أو بتحس بحرارة الأكل بتبقى حسيت عن طريق الريسيبتور زي أو حسيت عن التطش الريسيبتورز اللي موجودة في بقك لو فيه أي أكل لمس الريسيبتورز دي أو اللغة إيصوفيكس لو الأكل لمس المريء من تحت أو المعدة أو الأكل لمس المعدة أو الأكل لمس الأمعاء من فوق الأبر سمول انتستر كل الأماكن دي فيها ريسيبتورز ربنا خليقها لك مستقبلات أول ما يلمسها الأكل حضرتك تريل طب ما هو طبيعي يا دكتور ما هو بديهي ما هو حضرتك لما الأكل يبقى موجود في كل الأماكن دي معنى كده أنا عايز سليفشن أكتر من الطبيعي معنى كده أنا بأكل في مرحلة أكل عملاكل وغضم ونزل تحت واكل وغضم ونزل تحت يبقى السليفشن بيحصل أول ما الأكل يلمس الأماكن دي هل فيه أي تمرس أو خبرة أو مهرة في الحاجات دي بقولك بتتولد ولما بنحط لك الأكل في أي أماكن من الأماكن دي أو يلمس أي أماكن من الأماكن دي حضرتك تريل على طول إزاي بقى بتريل عن طريق أن طبعا المستقبلات دي هبقى عن دواير كده مستقبلات طلع منها أعصاب الأعصاب دي بتروح للجهاز العصبي المركزي لازم تروح للجهاز العصبي المركزي بتروح عن طريق أعصاب العصاب السابع اللي هو الفاشل نيرف والعصاب التاسع اللي هو الجلوس وفارينجي والعصاب الخامس اللي هو تراجي من النيرف والعصاب العشر اللي هو الفيجاس نيرف الأربع أعصاب دول بيبعثوا رسائل عشان كيف نسميهم الأفرنت اكتب لي جنب كلمة أفرنت دي أي سلك كهرباء رايح السيء ناس, اللي رايح اسمه أفريد. وبعد ما راح حيروح يكلم السنتر هو ايه المركز بتاع اللعاب اللي موجود في المخ السليفرين يوكليوي. النيكليوي اللي مسؤول عن السلايفيجن. ربنا اخليك لك كده نيوكليوي مراكز كده موجودة في المخ اسمها السليفرين يوكليوي. بيروحنا الرسائل تقول الرسائل دي انه فيه اكل في بوق الولدة. او في الامعاء. او فيه المريء او في المعدة. بعد اذنك يا سليفر نيوكليوي اديني إشارة عشان خلي الواء ده يريل لأنه محتاج يريل دلوقتي عشان خطر بقى يبلع الأكل ده الإشارة دي تتباعد عن طريق أعصاب اسمها الإيفرنت أي سلك الكهرباء خارج من السيني اسمه إيفرنت سلك الكهرباء اللي خارجة الفشل وجلوس فرينجل بس اللي هو السابع العصب السابع والعصب التاسع بيطلعوا يعملوا إيه resulting in reflex increase in salivary secretion بيروحوا للغدد اللعابية بعد إذنك يا غدد اللعابية يكهربوها تروح مطلعها اللعاية هو ده بقى nervous control only بس خلي بالك أنا كل ده بحكي لك في ال unconditioned اللي حضرتك مولوت بي بس حضرتك بقى لما بتبدأ مع التقدم في الحياة لما يبقى عندك حاجة اسمها cerebral cortex وإنتك طبعا أنت مولود بالcerebral cortex يعني إيه cerebral cortex حضرتك عندك سريبرا ملوها المخ فوقه القشرة المخية اللي هو cerebral cortex القشرة المخية دي مسؤولة عن كل الحاجات اللي فيها فهم وفيها حاجات voluntary يعني لما حضرتك تبقى تفهم يعني من الآخر يعني محتاجة ممارسة محتاجة أنك تعرف إن الأكل ده حضرتك بتريل بعده لما بتشمل ريحته مثلا لازم تعرف إن الأكل ده ربنا هو عملهولا المفروض لما حضرتك بتطلع لعب بيساعدك في الهضم وبيساعدك في التقليب والمضاء والحاجات دي كلها الحاجات دي كلها مش بتعرف ههم ما تتولد الحاجات دي تبدأ مع التقدم في الحياة كذا مرة بقى نبدأ نحط لك الأكل وتعمل salvation بالمنظر ده اللي هو ال-uncondition uncondition uncondition بعد كده مع التقدم بقى بتبدأ تفهم إن الأكل ده حاجة جميلة جدا بنحبنا كلها وإن ال-salivation اللي بنزله على الأكل ده بيساعد في هضمه وتقليب وتقطيع الأكل مع التقدم في الممارسة مع البسط experience training التعود بيتكون عندك حاجة تانية خالص reflex تانية خالص اسمه condition يعني مشروط أولا من الكورتيكس تكون شغاله حضرتك بالقاء تتفهم وتستوعب يعني إيه أكل وإن الأكل ده حاجة حلوة والأكل ده أنا عايزه والأكل ده أول ما تشوفه يا ده حاجة جميلة أول ما تشينه ريحته الله ده فيه أكل جميل أول ما حد يكلمها قصا يقولك ده الأكل بيجهز تقول يا ده النفسك تتفتح كده ورئك يجري الموضوع ده لا يمكن يحصل إلا محضرتك تتقدم في الحياة شوية ليه بقى؟ لأن في السريبرا الكورتيكس بيقولك السيت والسميل والهيرنج والسينكينج مجرد إنك تشوف الأكل أو تشم ريحته يا دوبك ممكن تشم ريحته من بره أصلا من شقة اللي فوق بيطبخه تشم ريحت الأكل تقوله الله وتبدأ ريئك يجري وتبقى خلاص عايز تأكل بقى دلوقتي من ريئك اللي جري ده وما تلاقيش أكل في الآخر تسمع بس تجهيز الأكل تفكر بس في الأكل كده أو حد يجي يقولك احنا بنجهز الأكل ده بيستميوليت بقى الحاجة اللي إنتك بتاعت الحاجات الفولانتري بتاعت البني قدم الطبيعي مش العائلة اللي بيرضع السريبرا الكورتيكس لأن كل السينسيشنز اللي هو السمع والبصر والشمامان طيب عشان كده عايزين إنتك تصريبرا الكورتيكس على طول بقى السريبرا الكورتيكس لما بيروح لها أنا ما قلتش على فكرة إن أنا حطيت الأكل في بو iv أنت ما بيش أكل حط في بوati لسة ولا فيه أكل في الأمع ولا فيه كلام ده كله كل الكلام ده الريسبتور زي دي خاصة بالأن كونديشن ده رفليكس كل القصة دي خاصة بالأن كونديشن الكون دي اني مفيش أصلا ريسبتور الريسبتور هو عبارة عن استقبال الرؤية استقبال الشم استقبال السم استقبال التفكير في الأكل بس بيروحوا للسريبرال كورتكس يقولوا لهم والله العظيم هنحسنين أن فيه تجيز أكل فيه شمامان أكل فيه ريحة أكل بعد إذنك اعمل لنا بقى الحاجة اللي إحنا المفروض بنعملها ساعة ما بنشم ريحة الأكل أو بيبقى فيه أكل جاهز وكده بتقول خلاص أنا ما قدرش أعمل أكتر من إن أنا انتيرن ستيميولات السليفري نيوكليوي leading to salivation السليفري نيوكليوي اللي في المخ تروح بعثة الأعصاب بتاعتها اللي هما دول ويعملوا السليفري سيكريشن بس خلي بالك أنا بعثت الإشارة عن طريق إيه ولا عن طريق الرسيبتورز ولا عن طريق الأفرينتس لم يتم استخدام دول هنا أنا اعتمدت على الصمع والبصر والتفكير طيب عندك حاجة من اسمها الهايبو صالمس وده مركز موجود في السيني أس جوا مخ كده اسمه الهايبو صالمس منطقة تحت المهاد مالها بيقولك فيه abitaid center مركز شهية موجود في الهايبو صالمس مالو which receive signals from the taste and smell مش أنا قلتلك التزوق وإنك تشتهي الأكل لازم تستوسميل مع بعض لما حضرتك بتشم وي تتزوق الأكل بيروح يبعت للابitaid center اللي في الهايبو صالمس وبعدين الابitaid center اللي موجود في الهايبو صالمس ده بيستقبل الإشارات من التست والسميل اللي موجوده في السريبرال كورتكس which internal stimulate salivary nucleion يعني إيه بقى ادي التست ودي السميل دي مراكز مركز التزوق ومركز الشام موجود فين في السريبرال كورتكس في القشرة المخية هم هيستقبلوا برضو التست وهيستقبلوا اللسميل طب وبعدين يروحوا يبعتوا للابitaid center اللي موجود في الهايبو صالمس والابitaid center اللي موجود في الهايبو صالمس يبعت لل salivary nucleol يقول لها يعمل تزود من آخر معلومة ومعلومة عبيدة أصلا في الدرس بيقولك أن الاسيدكليمون اللامون أو اللامونة الحمضية جدا أكتر حاجة بتعمل للتزوء حتى لو أنت بتاكل اللامون كده بتحس بلزعان رهيب يعني للتستبال بس لأن تكون الحمضية بتاعتها عالية لأنها لو مش عالية توقع زي زي البرتقون ويبقى مثلا الخل أقوى منها فهي الاسيدكليمون ودي ميسي كيوية أنا مهم عندي بقى هنا تكون مركز ونت بتذاكر الان كونديشن ده كده لازم يكون في وافرينت وسينتر وافرينت المال هنا بقى في الان كونديشن ده اللي هو بيحتاج ممارسة لازم يكون في انتكت السريبرال كورتيكس علشان كل السنسيشن هتروح لها المستقبلات ايه هي بقى دلوقتي ولا التست سيمو ريسبتور ولا التتش ولا اللور ولا الاستومك ولا كلام ده المستقبلات هي عنيك هي مناخيرك هي ودانك هي تفكيلك كلهم هيبعتوا للسريبرال كورتيكس والسريبرال كورتيكس هتبعت للسريبرال نيوكليوي والسليبرال نيوكليوي هتبعت للسليفري جلامت تخرج طب بالنسبة للهايبوس هالمس التست واللي سميل هيبعتوا للتست واللي سميل اريا اللي في السريبرال كورتيكس هتروح تعمل استيميوليشن للأبيتايت سنتر في الهايبوس هالمس يعمل استيميوليشن للسليفري نيوكليوي كده خلصنا حصة النهارده اشوفكم الحصة جهة ان شاء الله على الابليكيشن